موسيقى في التحليلية من الميادين مخيم الهول بؤرة أهوال بحراسة قصد وواشنطن الميادين تحصل على مشاهد ترصد الوضع المتردي وشبكات تهريب عابرة للحدود لماذا لا تجد واشنطن حلا لإنهاء خطر مخيمات داعش وسجونه ومسلحيه حتى لو كانوا معتقلين بعد جائحة كورونا تسونامي المتحور أوميكرون يجدح العالم هل يعني استخدام مصطلح تسونامي أن الأمور خرجت عن السيطرة وماذا عن جدوى اللقاحات في كين تهدد واشنطن ستدفعون ثمنا باهضا بسبب تايوان لماذا ترفع الصين خطابة تهديد ضد أمريكا؟ وهل يتمحور الاشتباك حول تايوان؟ وفي قضية اليوم سكة حديد تربط باكستان بإيران إلى تركيا في طار الرابط الاقتصادي ينطلق أي أهمية لهذا التعاون التجاري منع كاساته سياسيا وما أبعاده الاستراتيجية مخيم الهول في الحسكة شمال السورية كاميرا الميادين تدخل أعماقه لتكشف أهواله شبكات تهريب وأنفاق يشبه كل شيء إلا المخيمات يجمع المتطرفين بالنازحين بعوائل داعش نتابع ثم نحل من خارجه كما من داخله مخيم الهول مرآة متشضية تعكس رداءة الظروف التي تهيمن على حياة 30 ألفا من أفراد عوائل مسلحي داعش في هذه المشاهد الخاصة للميادين يظهر قسم من سكان المخيم المضغوط كعبوة ناسفة تحت سيطرة قصد يعيشون منذ عامين داخل المخيم الحدودي مع العراق الممتد على مساحة كيلومتر مربع واحد الهدوء الظاهر في المشاهد والمطعم بالنساء والأطفال ليس سوى الرماد الذي يختفي تحته العنف الذي يحكم العلاقات في المخيم والذي يمكن أن يصل إلى حد القتل والسوابق شاهدة حتى اليوم لا أفقى لتسوية وضعهم أو لعودة الأجانب منهم إلى بلدانهم بعضهم ذبحته خلايا داعش النشطة بين الخيم حيث يقتل كل من يخرج عن السمع والطاعة وهو ما دفع قصد والأمريكيين إلى التفاوض مع قادة التنظيم داخل المخيم درءا لتحوله إلى ساحة تصفيات بين خلايا التنظيم تجعله بؤرة للانفلات الأمني هو ليس كذلك يبدو مضبوطا لكن انضباطه الأمني هش الهروب كما ينقل الهاربون هو توق النجاة الوحيد للعالقين في مستغضة الهول هذا النفق الذي كشفت عنه قصد هو واحد من عشرات الأنفاق التي حفرت عند أسوار المخيم عشرات العائلات عبرت منها مقابل مبالغ مالية ضخمة كما يكشف من حالفتهم حضوض النجاة عند وصولهم إلى الحدود التركية ممرات تهريب عوائل داعش تتوسع تحت أنظار القوات الأمريكية التي تحتل المنطقة وتراقبها جوا وبر بذريعة مواجهة التنظيم ومنع عودته من دون أن تسعى إلى ضبطها وهو الأولى منطقيا وفق العارفين بخبايا الهول أن تجد حلا لإنهاء خطر مخيمات داعش وسجونه ومسلحيه ومن يطيعهم حتى وهو معتقل سيرة السنوات القليلة الماضية تؤشر بوضوح على أن واشنطن تريد الاحتفاظ بورقة سجون داعش ومخيمات عوائله لتهدد بها أمن الشرق السوري وتهيمن على قراره ولتعزيز احتلالا طويل الأمد بخلاف ما كانت تعلن الإدارات الأمريكية المتعاقبة من حين إلى آخر عن انسحاب وشيكا لقواتها وهو ما لم يحدث ليبدو مخيم الهول شكلا من أشكال الاحتلال الأمريكي حيث يستمر باستمراره وينتهي بنهايته ديمان نصيف ديماشق الميادين وتبقى معنا ديمان نصيف محللة الميادين للشؤون السياسية والثقافية أهلا بك ديمان نسأل في سياق الحرب السورية مخيم الهول بالذي يمثله يعني هو المكان الرمز الذي يعني يعتبر وكأنه الحلقة الفاصلة بين الاحتلال يعني بينما كان يحاول أن يوحيه أو يقوله الاحتلال الأمريكي ومن ورائه ما يسمى بالتحالف الدولي ضد داعش وأيضا انتصارات الجيش السوري وحلفائه أيضا في استعادة أكثر من 90% أو 80% من أراضي سوريا في حربها ضد داعش أو 90% مما كان يحتله داعش أقصد في هذه الحرب وبالتالي كانت رمزية هذا المخيم بأنه قد تم احتجاز كل عائلات مسلحي داعش الذين يبلغون حوالي 11 ألف مسلح ولكن العائلات بحدود 30 ألف وهناك من يقول بأنهم 60 ألف في هذا المخيم وبالتالي الرمزية التي امتلكها هذا المخيم بأن هناك مجموعة من الناس الذين أولا رمزية الرفض الأوربي أو الرفض الغربي لاستعادة رعاياهم من هؤلاء المسلحيين أيضا الضغط على دماشق بأن واشنطن وأيضا قصد لم تقبل بأن تعقد محاكمات أو أن تسلم إدارة هذه المخيمات أو هذه السجون للحكومة السورية وأيضا رمزية الإبقاء على الاحتلال الأمريكي لأن دائما أمريكا أو قصد تقول بأنه لا يزال يشكل هذا التنظيم هذا الخطر الدائم والمستمر والوشيك أو القابل للانفجار في أي لحظة وبالتالي لابد من بقاء القوات الأمريكية ولابد من أن تطلط وراءها القوات الكردية أو تمشي تحت أعلامها بالأحرى القوات الأمريكية بذريعة وجود هذا الخطر الذي لن ينتهي والمحصور إلى هذه اللحظة سواء في المخيمات أو في السجون موسى عاصي محل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية هل تستمر الدول الأوروبية وأتديم على ذكر الموضوع باتباع سياسة الإنكار تجاه عوائل داعش وأبناء إرهابي داعش داخل مخيم الهول؟ إلى حد بعيد نعم الأعداد التي استعادتها الدول الأوروبية تعد قليلة جدا وإذا مررنا بجرد سريع على الأعداد التي استعادتها بعض الدول الأوروبية نرى أن بريطانيا على سبيل المثال استعادت أربعة أطفال فقط فرنسا سبعة وثلاثين طفلا وأحد عشر إمرأة الدنمارك وألمانيا معا خمسة وثلاثين طفلا وأيضا هناك شروط لاستقبال هؤلاء الأطفال وتحديدا في فرنسا في سويسرا في بريطانيا وفي دول أوروبية أخرى هي أن يعود أولاء الأطفال ولكن من دون أمهاتهم في الغالب من هذه الحالات إذن هذه الأعداد التي نتحدث عنها لا تعتبر شيء هي رمزية جدا مقارنة مع آلاف من الأطفال والنساء وعائلات الإرهابيين إرهابي أوروبا الذين يعيشون حتى الآن في مخيمات شمال سوريا واضح أن الدول الأوروبية ذات الثقل في هذه الأعداد فرنسا، ألمانيا، بريطانيا ودول أخرى بلجيكا أيضا لا تريد استعادة هؤلاء الأطفال والنساء لسبب معلن وهو أن هناك خوف للأوروبيين من أن يتحول هؤلاء لاحقا إلى بؤرة للإرهاب ولكن الأسباب الحقيقية ليس لها علاقة بالمعلن ولكن هناك واضح أن من يتخذ قرارا في أوروبا باستعادة هؤلاء من سوريا ستنخفض شعبيته إن كان على المستوى الانتخابي أو على المستوى الحزبي طيب ديمة، على ماذا تراهن واشنطن بالإبقاء على مخيم الهول بصورة القائمة عليها الآن وكيف يتميز استخدام القاتلين فيه إن كان من الناحية الأمنية أو إن كان من الناحية السياسية يعني ربما السؤال أو هذا السؤال يأخذنا إلى مكان للتساؤل كيف يمكن لشبكات التهريب التي باتت عابرة للحدود لأن من ينجو من عمليات التهريب ويصل إلى الحدود العراقية أو على الأغلب إلى الحدود التركية كيف تمر هذه الشبكات، كيف يكون إمكانية لحفر كل هذه الأنفاق التي تصل إلى أماكن يعني إن لم يكن إلى الحدود على الأقل إلى أماكن قريبة من الحدود كيف يتم إحباط هذه العمليات كما تدعي قصد أو كما تقول قصد وبأنها أحبطت حوالي 700 عملية فقط هذا العام هذه الأعداء أو المبالغ الطائلة من أين يأتي أيضا الذين يتواجدون في مخيم كما شاهدنا في هذه الصور من أين يأتون بالمال حتى يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ الطائلة لشبكات التهريب أو لهؤلاء المهربون الذين يستطيعون أن يصلوا بهم إلى الحدود وبالتالي واضح بأن هناك تواطئ واضح بأن هناك ارتزاق من هذه العملية واضح بأن هناك ازدهار لتجارة تهريب البشر أو الاتجار بهؤلاء وإيصالهم إلى الحدود بغض النظر أن نجحوا بالوصول إلى بلدانهم أو لم ينجحوا يكفي بأن هناك حالة من الفساد وحالة من إمارة الحرب في هذا الأمر وأيضا الاستغلال لأنه بمعزل عن الموقف تجاه هؤلاء من يتواجد اليوم في الهول ولكن واضح بأن هناك استغلال وعلى مستوى سيء جدا ورخيص جدا بأن يكون هناك إمكانية لأن يتم دفع أموال طائلة لتهريب هؤلاء ولكن بالمقابل لا يتم التفاهم وخاصة بأن هذه الأمور تجري تحت أعين وتحت رصد القوات الأمريكية ولا تذهب واشنطن للتفاهم مع الدولة السورية أو على الأقل مع الحليف الروسي للتفاهم على تسوية أوضاع هذه البؤر القابلة للانفجار في أي لحظة والتي لا تزال تشكل خطرا وخطرا كبيرا جدا ليس فقط بتواجد هؤلاء بشكل سريع دينا وإنما ما سيترتب على وجود أجيال تعيش بين هؤلاء من قتل وتصفيات وأيضا من الأفكار التي تعرض عليهم طيلة الوقت إذن مليون إصابة يوميا والعدد إلى ارتفاع أوميكرون تسونامي يضرب العالم بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا ماذا يعني ذلك؟ وهل فشلت اللقاحات؟ وما تأثير ذلك في العالم؟ احتفالات خجولة في استقبال العام الجديد يشهدها العالم في ظل حظرها أو قصرها على الملقحين أو المتعافين من كورونا في بلدان متعددة وذلك تخوفا من تمدد المتحور أوميكرون الذي ينغص على البشرية احتفالاتها المعتادة هذه السنة فيروس كورونا يطغى على احتفالات العام الجديد بسبب القيود التي فرضت في عدد كبير من بلدان العالم والارتفاع الحاد في عدد الإصابات في الكثير من البلدان الأوروبية التي سجل بعضها أرقاما قياسية منذ بداية الوباء الانتشار السريع للمتحور زاد المخاوف لدى الكثير من الدول حتى إنها رأت أن القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بداية الأسبوع لن تكون كافية في مواجهة المتحور أوميكرون الذي يتوقع أن يسبب ارتفاعا حدا في عدد الإصابات في الأسابع المقبلة ارتفاع عدد الإصابات دفع بمنظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن المتحور أوميكرون الأكثر قابلية للانتقال مع المتحور دلتا قد يؤدي إلى تسونامي من الإصابات ما يضع ضغطا هائلا على العاملين الصحيين المنهكين أصلا كما يؤدي إلى أسقاط الأنظمة الصحية في العالم سيستمر هذا الفيروس في التطور ويهدد نظامنا الصحي إذا لم نحسن الاستجابة الجماعية في الوقت الحالي تمثل دلتا وأوميكرون تهديدين مزدوجين يؤديان إلى ارتفاع الحالات إلى أرقام قياسية ما يؤدي مرة أخرى إلى طفرات في الاستشفاء والوفيات أشعر بقلق شديد من أن أوميكرون أكثر قابلية للانتقال وأن انتشاره في الوقت نفسه مع دلتا يؤديان إلى تسونامي من الحالات في جميع أنحاء العالم رصدت أكثر من 935 ألف إصابة بكورونا يوميا وهو عدد لم يسجل منذ بداية الوباء في نهاية عام 2019 ويمثل زيادة نسبتها 37% العام 2022 يطل برأس سنة حزين مع توجه المدن الكبرى للإغلاق وألغاء الاحتفالات تهيبا لما هو أصعب في العام المقبل ولواقع الانتشار السريع الذي يفرضه أوميكرون ومن جديد إلى موسى عاصي موسى استخدام مصطلح من قبل منظمة الصحة العالمية هذا المصطلح تسونامي هل هو للدلالة على ساعة انتشار أو تساع انتشار متحور أوميكرون أم هو أيضا يدل على أن الأمور باتت خارج السيطرة وهنا يطرح السؤال ماذا عن جدوى اللقاحات هل الأمور باتت خارج السيطرة حتى الآن لا يتجرى أحد في منظمة الصحة العالمية الوصول إلى هذا الاستنتاج ولكن كل التصريحات التي خرجت خلال المؤتمر الصحفي أمس من مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الخبراء الآخرين تشير بوضوح إلى أن هذه المنظمة باتت في ضبابية تامة ولم تعد تستند إلى أي أبحاث علمية حتى الآن لمعرفة مدى خطورة أوميكرون ومدى تداعية ذلك على البشرية إذا استندنا على سبيل المثال إلى ما يقوله الدكتور مايك ريان وهو مدير برنامج طوارئ في منظمة الصحة العالمية يقول ما نراه من بيانات تشير إلى أن أوميكرون أكل خطورة لكن ربما هي ليست كذلك يعني يقول أشياء وينقضه في نفس الوقت يتساءل اللقاحات تعمل أو لا تعمل في مواجهة أوميكرون يجيب أيضا من جديد ربما الأمر كذلك وربما لا الدكتور سمية سمانيثان وهي كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية تقول أن جميع الدراسات المعملية تشير إلى انخفاض في قدرة اللقاحات على مواجهة أوميكرون وأن هذا المتحور يصيب الملقاحين وغير الملقاحين وأيضا الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى سابقا يستنتج من هذه الإجابات بأن الأمور ربما في طريقها للخروج عن السيطرة أما بالنسبة لمسألة اللقاحات أيضا هناك عدم وثوق اليوم بالنسبة من قبل الجمهور من قبل الشعوب من قبل الرأي العام هناك فقدان للثقة باللقاحات على أساس أن أوروبا تجاوز عدد الملقاحين أو نسبة الملقاحين السبعين أو الخمسة السبعين بالمئة وهي اليوم بؤرة انتشار أوميكرون هذا الأمر لا تزال حتى الآن يعني منظمة الصحة العالمية تستند إلى مسألة واحدة فقط لأن من تم تلقيحه عندما يصاب بكورونا أو بمتحوراته فأن التدعيات تكون منخفضة والمستشفيات لا تستقبل الأعداد الكبيرة من هؤلاء ولكن ربما هذا أيضا حجة لمنظمة الصحة العالمية لإقناع العالم بالتوجه نحو اللقاحات التي لا تزال تعتبرها منظمة الصحة العامل الوحيد لتخفيض مستوى الإصابات تخفيض ربما عدد الوفيات أيضا أكثر قاسم عز الدين محل الميادين للشؤون السياسية والدولية لماذا لم تدفع موجات متحورات الجائحة السابقة إلى الاستعداد لهذا التسنامي الذي تتحدث عنه منظمة الصحة العالمية والأدهى من ذلك أن هذه الموجة تسمى أوميكرون أو غير أوميكرون كانت متوقع منذ الصيف الماضي كان الحديث يدور حول إمكانية أن نشهد موجة رابعة أو خامسة في الخريف وعلى الأكيد في مطلع الشتاء نحن وصلنا إلى الأمر لكن المشكلة أين؟ المشكلة إذا كانت اللقاحات غير موثوقة نهائيا إذا كانت الأدوية غير موثوقة نهائيا على كل حال لم يتم تجريب هذه اللقاحات على مستوى العالم فقط في بعض غالبية بالبلدان الغنية أما العالم الثالث وعالم الجنوب الأكثر انتشارا والأكثر عرضة للأوبئة لم يعم اللقاحات فلنفترض أن اللقاحات غير موثوقة لكن هناك أمر واحد موثوقة هذا الأمر الواحد هو الطبابة هو الاستشفاء هو التمريض والجسم الطبي وهذا بالضبط ما تخلت عنه هذه الدول قبل الجائحة 2019 كانت تلجأ إلى تعريض الجسم الطبي للإنهيار لأنها تريد أن تخسخز هذا الجسم الطبي والممرضات وشاهدنا حتى اليوم نشهد انتفاضات من الممرضين والأطباء والمستشفيات ورؤساء المستشفيات بأنهم بحاجة إلى توظيف بحاجة إلى كوادر بحاجة إلى طاقم مؤهل ومع ذلك لا يلتفت أحد هذا على ماذا يدل إذا عددنا كل هذه الكوارث التي تتسبب فيها هذه السياسات وهذه المنظومة نحن لم نعد فقط في منظومة متوحشة إنما في أزمة في الحضارة وهذه الحضارة التي بكشرت بها موسى كيف سيكون انعكاس؟ هناك تدابير اتخابتها بعض الدول الأوروبية أيضا دول حول العالم وكان هناك معارضة شعبية هذا صح التعبير على هذه التدابير وبالتالي كيف سيتكون انعكاسات وتداعيات هذه التدابير الجديدة على هذه الدول يعني صحيح أن هناك تدابير إغلاق أعيدت إلى بعض الدول ولسيما في دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية بشكل عام ولكن اليوم لا يمكن مقارنة هذه التدابير وهذا الإغلاق بما حدث في نفس الفترة من العام الماضي عندما توقفت وشلت كل الحركة في أوروبا أو حتى في الموجة الأولى في ربيع العام 2020 إذا اليوم القطارات لا تزال تعمل المطارات لا تزال مفتوحة على شأن البحر مستميل صحيح أن كل هذا تأثر بتدابير الإغلاق الحالية ومسألة الاستيراد والتصدير أيضا تأثرت بشكل كبير ولكن هذه المسألة لم تتوقف والعمل استعاد جزء منه بفضل التقنيات الجديدة أو العمل عن بعد ولكن بطبيعة الحال القطاع الأكثر تضررا من هذا الإغلاق اليوم هو القطاع السياحي الذي خسر حتى الآن أكثر من أربعة آلاف مليار دولار جراء هذه الجائحة وهو أيضا اليوم على عشية هذه الأعياب أيضا سيكون له الجزء الأكبر من الخسار على المستوى الاقتصادي حتى مع كل هذه الإغلاقات التي نتحدث عنها وهي قليلة جدا مناسبة مقارنة مع الإغلاقات الماضية ولكن هذا لا يعني بأن الاقتصاد العالمي لن يتأثر التوقعات أو توقعات البنك الدولي كانت تشير إلى أن النمو في العام 2021 ستكون 5.6% هذه النسبة أعيد رؤيتها من جديد إلى انخفاض قبل شهرين أي قبل انطلاق متحور ميكرون إلى 5.2% وهذه النسبة أيضا ستكون منخفضة أكثر بكثير عندما تظهر أرقام النمو العالمي خلال الربع الأخير من هذه السنة وهي تخرج إلى العالم في بداية العام 2022 والتوقعات تشير إلى أن نسبة النمو ستكون أقل بكثير أو إلى نصف ما كانت تتوقعه المؤسسات الدولية والمقر الدولي نعم الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان تهديد صيني عال نبرة من رأس دبلوماسيتها ما يعكس مدى التوتر بين البلدين بشأن تايبيي ما أسباب الخلاف المتجدد بشأن هذه الجزيرة التي تنظر إليها الصين كجزء من أراضيها نتابع ثم نحل يتزايد الحديث مؤخرا عن احتمال حدوث تحولات دراماتيكية في بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيط الهادئ تتوجه الأنظار غالبا إلى تايوان وخصوصا مع ارتفاع منسوب التصريحات الأمريكية والصينية حول هذه الجزيرة الساعية للانفصال عن الصين التي تطالب بدورها بالسيادة عليها باعتبارها أقليما تابعا لها أكثر ما يؤثير الغضب الصيني هو اعتماد تايبيي على واشنطن لتحقيق الاستقلال والانفصال التام عن بكين الدعم الأمريكي لتايوان غير مخفي فواشنطن هي أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة إلى الجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية هي أعلنت سابقا أنها ستدافع عن تايوان إذا هجمتها الصين وهو ما ترى فيه بكين تدخلا في الشؤون الداخلية واستغللا من قبل واشنطن ودول أخرى لتطويقها وكبح طموحاتها بالتفوق التوتر الصيني الأمريكي وصل إلى حد تحذير وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة بدفع ثمان باهظ بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان مؤكدا أنه ليس لدى تايوان من سبيل غير العودة للوحدة مع البر الرئيسي بكين سبق وانحذرت أيضا من أنها ستتخذ إجراءات صارمة إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال رسميا متوقعة أن حدوث زيادتين في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان العام المقبل كل هذه التصريحات تأتي تأكيدا صينيا على حصرية خيار الوحدة مع تايبي وهي تنسجم مع قانون منهضة الانفصال الذي ينص على حق الصين في استخدام الوسائل غير السلمية ضد تايوان إذا حاولت الانفصال وإلى قاسم عز الدين قاسم ماذا لا تحدث الخطاب الصيني عفا تجاه واشنطن وما هو الثمن الذي تهدد به بكين يعني تايوان بالنسبة للصين هي مسألة مصرية لأسباب كثيرة لا داعي لتكرارها وتعدادها لكن عندما تدخل الولايات المتحدة كقوة عسكرية إلى تايوان وتسلح تايوان وممكن أن تنشر قواعد صواريخ كما ألمحت نيويورك تايمز أكثر مرة خلال الشهرين الماضيين هذا يعني أن أمريكا وصلت إلى داخل الدار الصينية وهو يضاف إلى ما تسعى إلي أمريكا من حلفائها في بحر الصين الجنوبي إيكوس وغير إيكوس وتطويق محاولة احتواء وتطويق الصين هذا يعني استعداد لخنق الصين أو تأمل أمريكا خنق الصين من داخلي لأنها تعتبر كما صرح الجميع يعني من بلينكين بايدن سوليفان الكل يعتبرون أن الصين هي التهديد الاستراتيجي الأكبر في القرن العشرين للولايات المتحدة ويحاولون بموافقة الحزبين وبقرار من الكونغرس بالدفاع الاستراتيجي سنة 2022 ما يعني هذا التصعيد؟ سباق التسلح هو قائم على قدم الوساق سباق عرض القوة هو قائم على قدم الوساق لماذا تهدد الصين وبماذا تهدد؟ طبعا الصين تملك الإمكانيات على إنشاء قواعد عسكرية بالأطلسي وإلى جانب أمريكا وبالمحيط لهذه أيضا والتطويق أمريكا لكن أعتقد أنه ليس هذا الخيار الصيني على الأقل في المرحلة المقبلة في هذه السنة 2022 حدث أمر مهم بالنسبة للصين أولا فك ارتباط الدولار بالبورصة الصينية والتبادل استراتيجي مع موسكو بالروبل وبالليومان بماذا تهدد التحديد باختصار قاسم؟ هذا يدفع الأمريكا إلى أن تخسر 500 مليار دولار وإذا نجعل الصين بتطوير هذه الآلية موازية لآلية دولية لأمريكا لا تهيمن على أمريكا هو بمثابة هم دولة نووية ضد أمريكا ديما اليوم قد يتقطع هذا التدخل الأمريكي بتايوان بتدخلها طبعا واشنطن مع الكرد في سوريا وبالتالي كيف تستخدم واشنطن هذه الورقة في وجه ديمشق؟ يعني طبعا هي نفس مع الفروقات الكبيرة لا شك بين تايوان وبين القوات الكردية ولكن هو نفس الاستراتيجية أو نفس ربما الأصيغة التي تستخدمها دائما أمريكا في التدخل بشؤون الدول التدخل التعصفي إلى جانب فرض العقوبات استخدمت ورقة الكرد لإضعاف المركز السوري لاحتلال مساحة ما يقارب ربع مساحة سوريا من خلال القوات الكردية أيضا لحرمان ديمشق بن مواردها في النفط في الغاز في القمح في الزراعات الاستراتيجية لم تعترف بالكرد كأقليم انفصالي ليس لأنها لا تريد أن تضعف سوريا أو لا تريد تقسيم سوريا بقدر ما أنها هي من أجل حليفها التركي الذي لن يقبل بوجود إقليم انفصالي كردي على حدوده الجنوبية وبالتالي وأيضا بالمقابل فرضت العقوبات والتي عززتها أكثر فأكثر بقانون قيصر الذي فرضته قبل عامي نفس استراتيجية بالضبط التي تستخدمها واشنطن أينما حلت قاسم هل من الممكن أن تكون تايوان شرارة أو شرارة التي تفجر السراع؟ تايوان هي البؤرة مركز السراع بين الصين والولايات المتحدة لأسباب استراتيجية أصبحت شبه معروفة وممتدى ولا خاصة في برنامج التحليلية لكن هناك أمر مهم هذا هي رمزية الرئيس الصيني شين جين بينك مؤهل لتمديد ولاية ثالية في منتصف 2022 واستعدادا لهذه الذكرى ظهر لأول مرة منذ أربعين سنة في الصين الوثيقة التاريخية يعني هي مقارنة بين الرئيس الصين الحالي وبين موسي طونغ لأن موسي طونغ هو الوحيد الذي جرى تمديد ولايته لولاية ثانية الصين لها استمرارية بين موسي طونغ وما وصلت إليه وهي تعد كل الإنجازات أو تعد تقييم ما أوصلت إليه ولذلك الرئيس الصيني يعتبر التزامه باستعادة تايوان هو إحياء للصين وإحياء لموسي طونغ وإحياء أو استعداد للمستقبل إذن قاسم مع الزدين موسى عاصي وديما نصيف شكرا جزيلا لكم فاصل قصير نحلل بعده قضية اليوم ابقوا معنا انطلقت الرحلة الأولى على سكة الحديد الواصلة بين باكستان وإيران وتركيا رحلات قد لا تحمل معها البضائع فقط إنما أيضا المزيد من التنصيق والتفاهم فيما يخص خارطة العلاقات السياسية الدولية فما أهمية هذا الخط استراتيجيا وهل يعزز التفاهمات السياسية بين الدول الثلاث؟ يتحرك قطار البضائع والمنتجات الباكستانية من إسلام أباد عبر تفتان في إيران إلى إسطنبول في تركيا الطريق الذي سيقطعه هذا القطار يقدر بنحو أربعة آلاف ميل في تحرك هو الأبرز لمنظمة التعاول الاقتصادي بين باكستان وإيران وتركيا لا تقتصر فائدة القطار على الجانب الاقتصادي فالهدف الأكبر هو الترابط الإقليمي هو ما تسعى باكستان إلى تحقيقه البضائع المتبادلة والمشاريع المشاركة ستحقق تقاربا ثنائيا وثلاثيا على نحو مهم مسار القطار الذي ينقل البضائع سيكون أسرع من الطرق البحرية بأقل من 11 يوما وأقل كلفة وخطورة كما أن ازدياد حركة التبادل التجاري بين باكستان وإيران قد تصل إلى نحو 5 مليارات دولار ولا سيما أن التبادل الاقتصادية سيساعد على زيادة نسب الانتاج المحلي ورفع نسب الدخل القومي يعاني الاقتصادان الباكستاني والإيراني من عمليات تهريب على نحو خاص ومن عدم وجود تعاون موسع في إطار التبادل التجاري هذا المشروع سيمثل نقلة في التعاون التجاري المباشر بين البلدين وتنقل الشحنة قاطرات أرز ستصل إلى أسطنبول وملحا صخريا إلى إيران كبضائع أساسية ترسلها باكستان وفي المقابل ستحصل باكستان على الغاز المسيلي من إيران ما يؤكد عمق التبادل التجاري والتقارب السياسي بعد عشر سنوات من عقد اتفاقية التعاون الثلاثي بين باكستان وإيران وتركيا تنطلق أول شحنة تجارية محملة بعمل جديد وقواد اقتصادي وسياسي خال من التدخل الأجنبي والأمريكي بشكل خاص باكر يونس اسلام أباد الميادين وسننطلق في هذا النقاش من اسلام أباد معك باكر يونس نقطة انطلاق هذا القطار وفي مساره أيضا من اسلام أباد إلى إيران وفي تركيا وبالتالي نسأل أي أهمية لهذا الخط الذي يربط بين البلدان الثلاثة وأيضا من حيث التوقيت يعني هل كان خروج القوات الأمريكية من أفغانستان أحد الدوافع الرئيسية لباكستان لاستئناف هذا المشروع وأي ردود فعل متوقعة أمريكيا إذا كنا نتحدث عن هذه البلدان الثلاثة نعم بالفعل دينا يعني عدم الوجود قوات الأمريكية والأجنبية في أفغانستان وعدم وجود الهيمنة والسيطرة الأمريكية في هذه المنطقة هذا الوجود الذي كان يقلق أي تحرك اقتصادي بين الدول الثلاث بين الباكستان وتركيا وإيران وكان يقلق أيضا أي تحرك بين الباكستان والدول الأخرى بين الباكستان وتجيكستان بين الباكستان والباكستان عدم وجود هذه القوات التي كانت تؤثر بشكل سلبي حقيقة وسريع في أي تحرك هنا يؤكد بأن ما تقوم به الآن الإدارة الباكستانية والإيرانية والتركية من خلال إنشاء وتحريك هذا القطار هو بالفعل إرادة حرة. إرادة بعيدة عن السيطرة الأمريكية. كان هناك مخاوف كبيرة بأن هذا المشروع إذا ما تم تحريكه في ظل وجود قوات أمريكية. سيكون هناك تعاقب مستمر. لا سيما من قبل الطائرات بدون طيارة. كانت تسادف كل ما يتحرك في المنطقة الحدودية لا سيما القريبة من الحدود باكستان إيرانية. وأيضا المحادية لأفغانستان. إذن هذا التحرك الآن هو حر بين باكستان وإيران. بين باكستان وتركيا أو بين باكستان والدول المجاورة. باكستان ترى بأنها الآن أكثر أمانا. بأن الطرق التجارية أكثر أمانا. بأن سيطرت هذه الدول على سيادتها في أراضيها هنا في جنوب شخصة بشكل خاص أكثر أمانا. بعيدا عن قوات الأجنبية وبعيدا عن القوات الأمريكية التي كانت تسادف كل ما يتحرك على المناطق الحدودية. لا سيما القريبة من باكستان وإيران. أحمد البحراني مراسل الميادين في طهران. بالأرقام. أي أهمية يشكلها هذا القطار البضائع بالنسبة لطهران؟ نعم دينا. حسب ما يطلق عليها الإيرانيون قطار إيكو. هذه تسمية المأخوذة من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاقتصادي لمنظمة الإيكو باكستان إيران. وتركيا يحمل بطبيعة الكثير من الفواد الاقتصادية. حجم التبادل التجاري بين إيران وباكستان حاليا لا يتجاوز المليار دولار أو ربما أقل في العام الواحد. المراقبون الاقتصاديون هنا في إيران يؤكدون أن في حال استمرار سير هذا القطار خلال الأعوام المقبلة. ربما سيرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي خمسة مليار دولار. وبالتالي سيشكل هذا الرقم نهضة كبيرة حقيقة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وسيمكن التجار الإيرانيين والباكستانيين من التعرف على أسواق الدول الأخرى. وبطبيعة الحال هذا سيسهل كثيرا عملية التبادلات التجارية بعد أن رفعت الكثير من العقبات أمام التبادلات التجارية خلال العامين الماضيين. المشكلة الأبرز خلال العامين الماضيين كانت التوترات الأمنية على الحدود بين البلدين. وهذا ما تم حله في الفترة الماضية بالتنسيق مع حكومة عمران خان في فاكستان. وهذا يدل على حجم العلاقات السياسية. مع تركيا كذلك. الأمر كذلك. التبادلات التجارية لم تتجاوز عشر مليار دولار حاليا. مثل هذا المشروع ومشاريع أخرى. يمكن أن ترفع حجم التبادل التجاري إلى عشرين مليار دولار. وكان من المفترض أن تزداد إلى ثلاثين مليار دولار في العام الواحد. وهذا طموح قادة البدائن. لكن تداعيات تفشي كورونا وأيضا العقوبات الأمريكية حالة دون ذلك. إلى محل الميادين للشؤون التركية والأفغانية محمود واثق. محمود. هل كانت فكرة هذا الخط بالنسبة لتركيا هي لغيات ولدواعي تتعلق بالاقتصاد والتجارة فقط؟ أم تتخطاها إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلك بالنسبة طبعا لتركيا؟ بالتأكيد. هناك أهداف غير اقتصادية أيضا من خلال هذا التحرك وفتح ممرات برية وبحرية اقتصادية تجارية مع دول كثيرة في المنطقة باكستان عبر إيران إلى تركيا ومن ثم ربما إلى الدول الاتحاد الأوروبي. هناك أهداف سياسية أيضا تسعى تركيا إلى تحقيقها من هذا التوجه نحو الشرق وتعزيز العلاقات السياسية مع هذه الدول. هي الدول كبيرة ومؤثرة في الإقليم في المنطقة. كلماتها مسموعة في المحافل الدولية. وبالتالي تركيا تسعى إلى تعزيز جبهة سياسية مع هذه الدول المؤثرة في المنطقة من البوابة الاقتصادية والتبادل التجاري معها بهدف التحرك نحو الدول الأخرى وتعزيز مواقفها السياسية مع الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين. العملاق الصيني الكبير اقتصاديا وحجم أو تأثير الصين على باكستان تركيا تدرك كل هذه المواقف تدرك كل هذه التعاملات السياسية والاقتصادية مع هذه الدول. بالتالي هناك سياسات هناك أهداف سياسية هناك بحث للعمق السياسي في هذه الدول من خلال البوابة الاقتصادية والتبادل التجاري معها طيب بكر وبالتالي ما هو المتوقع مستقبلا على صعيد التعاون بين الأطراف الثلاثة أو هذا التعاون الثلاثة إذا صح التعبير إطلاق هذا المصطلح وهل سنشهد مزيدا من المشاريع أم نحن أمام تحديات تمثل عوائق تمنع هكذا مشروع بهذا الحجم الملاحظة أن باكستان تقدم على هذا المشروع وهناك تحرك حادر جدا من قبل الجامل الباكستاني لأن باكستان ترى وتعلم أن الضغوط الأمريكية لن تكون سهلة الإدارة الأمريكية البعيدة بعسكرها عن المنطقة هي قريبة بسياسيها ومنظريها واستراتيجيها من هذه المنطقة هناك رفض أمريكي سيكون مباشر لا يتحرك بهذا الإطار يفترض بأن هذا القطار يتواصل مع خط الحرير ويتصل به خط الحرير ويتصل به خط التجارة الصينيباكستاني ويكون جزء من هذا المشروع الضخم الذي تنفذه الصين في باكستان والذي سينقل العديد من البضائع من الصين إلى باكستان ومن ثم إلى إيران ومن ثم إلى تركيا وبالعودة من تركيا ومن إيران إلى باكستان ومن ثم إلى الصين هناك تحرك كبير يفترض أيضا أن يتم بعد دخول روسيا إلى هذا المشروع بشكل كامل يبدو أن الإدارة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي ون تقف ساكتة أمامها وهذا ما يخشاه الإدارة الباكستانية ويخشاه الباكستانيون لكن هناك إرادة باكستانية صارمة بأن يكون هناك تحول كبير جدا في مجريات الوضع وفي عدم البقاء تحت المظلة الأمريكية التي تمنع باكستان من التواصل والتقدم والاتصال بالدول القريبة والتي تعتبر لديها علاقات قديمة وجديدة وحديثة بينها وبين باكستان وهي طبعا تركيا وإيران بالنسبة لإيران أحمد لطالما أكدت أنها قادرة على أن تكون حلقة وصل ما بين الشرق والغرب ما بين الشمال والجنوب هل من مشاريع مماثلة نستطيع أن نتحدث عنها ضمن هذه الاستراتيجية بالنسبة لإيران وأيضا كما تحدث الزميل باكر يونس إذا ما تخطينا تركيا أين دور إيران سيكون في الوصل ما بين تركيا وأوروبا مثلا نعم دينا قبل أيام تحدثت مع وزير النقل الإيراني رستم قاسمي وأيضا مع مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية صولة مرتضوي حول ما إذا كانت إيران فعلا قادرة على أن تكون حلقة الوصل الرابطة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب والحديث جاء على هامش معرض حول الصناعات اللوجيسية للنقل والمواصلات في إيران المسؤولان أكدوا أن استراتيجية إيران هو تحقيق هذا الهدف أي ربط كافة الدول المحيطة ببعضها البعض من الشمال والجنوب والشاق والغرب إضافة دمى إلى قطار الباكستان الذي يمر من إيران وينتهي إلى تركيا وتركيا بطبيعة الحال تعتبر دولة آسيوية أوروبية ولها حدود مشتركة مع أوروبا مع اليونان وبولغاريا هناك خط كوريدور آخر أيضا تسعى إيران وتطمح لتكون محور رئيسي فيه هو كوريدور الرابط بين جنوب آسيا بالتحديد من ميناء مومباي في الهند والذي يمر من خلال المحيط الهندي وميناء شابهار المطلع على بحر عمان مرورا بإيران ودول القوقاز ثم روسيا والدول الأسكندنافية في شمال أوروبا وبالتالي كل الطرق وكل هذه الممرات التجارية دينا تمر بأوروبا بطريقة أخرى حتى طريق الحرير الذي يبدأ من الصين أيضا يمر من إيران ثم ينتهي بالدول الأوروبية وبالتالي بإمكان إيران أن تلعب حقيقة دور محوري وكبير واستراتيجي وهم على صعيد الترانزيات التجاري الدولي خاصة ما بين الدول شرق آسيا والدول الغربية وانتهاءا بالدول الأوروبية طيب محمود بالنسبة لتركيا هذا الخط هذا المشروع خط سكاك الحديد ليس يتيم هناك مشاريع ممثلة أخرى تصل إلى الإمارات في بعضها بعض الآخر إلى القوقاز وأيضا إلى أذر بيجان وبالتالي أي دور تحاول أن تلعبه تركيا في منطقة وسط وشرق آسيا وجنوب أيضا آسيا يعني خلال العامين الأخيرين رأينا أن هناك توجه في السياسة الخارجية التركية توجه نحو الشرق وعدم الاكتفاء بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقة السياسية أو الاقتصادية وبالتالي عملت تركيا جاهدة من خلال عدة خيارات فتح ممر تجاري عبر أرمينيا إلى أزربيجان ومنها إلى دول القوقاز أيضا ما تم تدشينه من شبكة القطارات الصيني عبر إسطنبول إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة مؤخرا إلى فتح طريق أو ممر بري من إمارات عبر إيران إلى إسطنبول إلى تركيا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي والآن الممر والقطارات بين إسلامابات عبر إيران إلى تركيا كل هذه الممرات أو كل هذه المساعي التجارية الاقتصادية تسعى تركيا من خلالها إلى تعزيز علاقاتها مع هذه الدول ومحاولة لعب دور أساسي في هذه المنطقة عبر إعادة التحكم بالطريق الحرير التاريخي الرابط بين الصين عبر الموانئ التركية إلى الموانئ الاتحاد الأوروبي تركيا تعتبر نفسها بأنها جسر التواصل وأنه يجب أن تلعب دورا محوريا في هذه الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة في المنطقة عبر ربط الدول ببعضها البعض عبر تعاون ودعم تجاري واقتصادي وطبعا وراءها هناك أهداف سياسية تسعى تركيا لتحقيقها من خلال هذا التعاون التجاري وستحدث أكثر عن أهداف سياسية والاستراتيجية أيضا محمود لكن بكر ذكرت في التقرير جملة قلت بأن هناك استراتيجية قارب أقليمي هل من الممكن أن نلمس تكاملا بين الدول الإسلامية الكبرى داخل القارة الأسيوية وأيضا أي من الممكن أي نعكاسات أن تكون على تعاطي الدول الكبرى والمجتمع الدولي مع هكذا معطى إن استجدت؟ إذا ما رأينا إلى البضاعة المرسلة من باكستان وإلى البضاعة المستلمة من إيران لباكستان إيران ستسلم باكستان الغاز المسيل وهو غاز يستخدم كالوقود في باكستان هذا الأمر يعني أن هناك بدائل هامة تقدم لباكستان بدائل عن النفط بدائل عن الغاز الذي يأتي من دول الخليج ما يوضح أن هناك ردود أفعال ستكون قريبة من دول الخليج لسيما من الدول التي تعتبر باكستان عمق استراتيجي وإذا ما رأت باكستان تتجه إلى تعاونات استراتيجية أساسية مع إيران هناك سيكون بالتأكيد رد فعل مباشر كبير ليس سهلا من هذه الدول باكستان ستواجه ضغوطا من هذه الدول العربية الخليجية بشكل أساسي ومن ثم سيكون هناك بالطبع الضغط الأمريكي الذي يرفض أن يتخلى عن باكستان صح التعبير في الوقت الحالي شكل سريع جدا وانتقالها إلى معسكر آخر إلا طالما أراد الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون باكستان دولة حليفة لها في مواجهة الدول الأخرى الموجودة في المنطقة لا سيما في مواجهة روسيا وأيضا التحرك الروسي في المنطقة والتحرك الصيني كذلك الاقتصاد الكبير لكن الآن نرى تغيير كبير في السياسة الباكستانية تعاطي مختلف مع الملفات المطروحة على المنطقة لذا لا نتوقع إلا ردود فاعل كبيرة من هذه الدول لا سيما وأن الملفات والمواضيع التي تطرحها هذا التحرك فقط هو خروج بضاعة وحصول على بضاعة وإنما خروج السياسة وتحويل السياسة من سياسة صديقة إلى سياسة أكثر عميقة بين باكستان والدول الإسلامية الكبرى في المنطقة طيب أحمد من الواضح أن سياسة حكومة رئيسي هي التوجه نحو الشرق ودول المنطقة وآسيا وبالتالي ما هو الهدف وما هي الخطوات أيضا في هذا المجال وانطلاقا من رسم الخطوط التجارية والاقتصادية الجديدة طبعا العالمية أي دور سياسي واستراتيجي من الممكن أن تلعبه تهران فيما خص هذا المجال طبعا الهدف بطبيعة الحال هو قطع الارتباط الوثيق والمباشر مع المنظومة الغربية والأوروبية وقطع تأثر الاقتصاد الإيراني وإيران بشكل عام بالضغوط التي تفرض من قبل الدول الأوروبية ولسيما الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات الأمريكية التي فرضت وما تزال مستمرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى السنوات والعقود الماضية خير دليل على ذلك وبالتالي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ينطلق من هذا الفكر ومن هذه العقيدة وهو حتى قبل اختياره رئيسا للبلاد قبل أشهر كان يطرح هذا الشعار شعار التوجه نحو الشرق التوجه نحو البلدان الإسلامية البلدان العربية ودول المنطقة ودول جوار إيران ويعتقد أن بإمكان هذه الدول توفير ما تتطلبه وتحتاجه باقي الدول في المنطقة وفي آسيا وبالتالي حتى الدول الأخرى الأسيوية أيضا يبدو أنها رحبت بهذه الفكرة وهذا التوجه الإيراني عندما وافقت على انضمام إيران إلى منظمة شانجهاي على سبيل المثال بعد فوز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الانتخابات الأخيرة وأيضا بعد أن سهلت وتحاول الصين التأكيد على أنها ماضية نحو تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد لـ 25 عاما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونفس الاتفاقية من المفترض أن توقع بين إيران وبين روسيا وأيضا مع تركيا خلال الأشهر المقبلة وبالتالي إيران تريد أن تحظى وتتمتع بدور استراتيجي وسياسي واقتصادي مهم وبارز خلال السنوات القليلة المقبلة بعيدا عن التأثير الغربي والأمريكي طيب أيضا محمود نختم معك تحاول تركيا أن تربط طبعا إضافة إلى المشروع أو المشاريع قيد النقاش أن تربط أو تكون نقطة رابط ما بين آسيا وأوروبا وبالتالي كيف تستغل هذه المشاريع وهذه النقطة أيضا تركيا في خدمة سياساتها واستراتيجياتها أيضا إن كان في المنطقة أو على الخارطة الدولية نعم تركيا بعد انتظار أكثر من خمسين عاما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم يحصل هذا الشيء وبالتالي تدك جيدا بأنه مستحيل عليها الانضمام أو الدخول في نادي الاتحاد الأوروبي هي من خلال هذه الإجراءات أو هذه الخطوات الاقتصادية تحاول إرسال رسائل إلى دول الاتحاد الأوروبي بأن لديها بدائل أخرى من خلال تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول في الإقليم باكستان وإيران بالإضافة إلى دول في آسيا الوسطى وفي جنوب آسيا مع الهند وحتى الصين ومع بنجلاديش إذن هناك خطوات أو هناك رسائل تتبادلها تركيا مع الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أبلغان الذي دائما يتحدث من أنه العالم أكبر من خمسة وأنه لا يجب الاعتماد أو لا يجب الاكتفاء بالغرب فقط وإنما يبحث عن التنوع في السياسة الخارجية من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل هذه الدول تريد تركيا أن تعزز من موقفها السياسي من خلال هذه البدائل الموجودة لديها حاليا من خلال الممرات والمعابر الاقتصادية والتجارية مع كل هذه الأسواق النشطة والناشئة في المنطقة تعزيز مواقفها السياسية مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية إذن محمود واثق أحمد البحراني وباكر يونس شكرا جزيلا لكم مشاهدين تحليليا انتهت شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة